السلام عليكم ان شاء الله كمان تكونوا بخير وصحاتكم ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم كامل بصحيحاتكم معكم هاجو جيجا من قناة هاجو جيجا اليوم سألتقى معكم حقيبة الام وحقيبة البيبي قبل ان اذهب الى الكلينيك وجدتهم في زوج اليوم سألتقى معكم سألتقى افكار خاصة الامهات يعني على التجربة انتاعي بعد ان اخذت التجربة سألتقى معكم اول شيء نبدأ بحقيبة البيبي هناك ما احتاجت؟ احتاجت القرونيار نضيف معها باني الموفل نضيف معها سيروال ونضيف معها الهناية كما راكم تشاهدون بادي منشلون ونحتاج فيها بادي دي باردر كما راكم تشاهدون ونضع في وسطهم كوشة لازم تضيف لي كوش كل توني بالكوش انتاحة لانه يطلب عليكم لي كوش هذه هي البنات اللي راح نوجدهم بحكي نروح الكلينيك نزيد نمدهم مع القش انتاعي لانه كنت تروحوا الاسوال مطار نيتي او الكلينيك بريفي او لا يطلب عليكم هذا الولين ثاني انا درت جزء تبديلات للبيبي قلت اي هذي اي هذي درت احسابي لم تبديلات الثانية فيها جرونيار فيها بادي بليمانش بادي دي باردر كوشة و سيروالة والجرونيار بطبيعة الحال راح نلمهم بالطريقة هذي بشيك هما كيجيو يجبدو الحوائج يلقوهم سهلين و ما يخربوش ولا يغلطو فيهم الهنايا راح نحتاجو زوز مناشف ولا انا الهنايا ديت هذو اللي نقمط بهم زوز قماطات في الكوطة من الاحسن انكم تطيو لسيرويات في الكوطة مختاش يحتاجوهم وديت لانجات يطلب عليكم لبسة ويطلب عليكم لانجات هذه في اول مرة للبيبي اما بالنسبة ليه من الاخرين كل واحد وكيفه كاي اللي يخرج في اليوم اللويل كاي اللي يخرج في اليوم الثاني انا بالنسبة لي انا في الكلينيك اللي قعدت فيها قعدت حتى اليوم الثالث بخرجت يعني لازم ندي ثلاث تبديلات للبيبي انتاعي وجدت هذي في ساكا وحدها هذي كي ندخل نزيد ننمدها لهم بشي يلبسوا البيبي اول مرة معهم هذو كي سيرويات اللي في الكوطة بشي يمسحوا بيهم واللهنا يكون هناك هسيش اللبسة اللي wellness اللي متحتاجها في الكلينيك اليوم الثاني والين昨 وقد أخرج بيها انا اقذت لها هاذ اللبسة كت Lunar هذه اللبسة تخرج بيها لم يتمهج بشي يلبس به سوف تخلصه خلال نبسه خلال نبسه خلال نبسه خلال نبسها هنا تستطيع الامر بالمانش و كما رأيكم فيه باردار بسر ويلة انتع و ثاني كوش سوف ننضعهم في بعضهم و نضعهم في الكبه انتعي لان نمدلهم و يأتيوني سهلين و كما رأيكم تشاهدوا والتبديلة تعلوم الثاني اخرى التي اخرجت بها وهذه التعليم الأول وهذه التعليم الثاني كاينين التي سأخبرتك الكثير منها ليس كثير منها أنا سأقوم بثلاثة يام كل يوم بتبديلها كل يوم يقولون لك أعطينا تبديلها هما يدومون عليك التبديل تدرك كل واحدة كيف ستقوم بسرد يوم حاجة وإذا تقوم بسرد يومين سوف انت ولكلينيك انت أكمل الكلينيك التي ستقوم بها أصلا دومونو علينا كمعك شوفوا لي هنا يقدر تقرير كيف 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 بودي بليمانش واحد دي باردير وثاني سروالة غرونيار ليموفل بوني وكوشة كامل كيف هك أنا اديتها ربعة اديت زوز لليوم واحدة اليوم الثاني واحدة اليوم الثالث وزوز لليوم الأول واحدة قدرتها زيادة لهنا اديت لهذه الكوفيرتا كي تغطيها و اديت معي هذي به اليوم اللي تخرج فيه نخرجها فيه لأنه كان شوية برد الحلو والريح اتدروا حسابكم لأن البيبي لذي كان في كرش للأم يحب ذو اللذي الحلو اولا يكون لهذه الكورشة هذية سوف نقولكم بلغتي تحتاجوا فيها وش لا تحتاجون اديت هذا اديت ملك لا تحتاجونهم كما انا الكلينك ليس فيها لا أحتاجت هذا اديت هذا اللي يمسحون فيه الكور اديت له conocديق الكور اديت له كاملات جونسون اديت بيبرونة لا تحتاجهمه بنات اديت سوساتا لا يطلبوا عليكم السوسات انا بنتي لم احكمتها وهنا يديت لكوتنديس هذا كامل لا يحتاجت منهم وغير السوسات التي طلبوها مني اما بالنسبة الذين يزيدوا في المعطار نيتي عادية يطلبوا عليكم الببرو والحليب يعني سقسيوا قبل لا تذهبوا لان انا بنتي زيدت بنتها كشغل مسكينة زادت وهم حبوا الببرو والحليب والحليب هو ملقاوش حتى المبعد بهجابو ديروا حساباتكم انا اديت كلش واذا يحتاجون ؟ مدت لما يحتاجون نحاوذي اللذي لداري من يخسر او لا انا قلت لكم انا اللذي زيدت فيها محتاجتش هذا الساكوشه كامل نهائي يعني بالنسبة للبيبي اما بالنسبة اللي راح يزيدوا في المعطار نتديروا حسابكم ببرونا والحليب تاع البيبي اللي هنه يديت في هذا الساك تاع البيبي خيارت ساكي ما هيكو كبير واشتوه بارتاجيتو معاكم من قبل شوفوا لحت اللبسة اللي راح نخليها اليوم اللي تخرج به واليوم الثاني درتهم بالترتيب اللي تخرج به هي اللي تحت خلاص مام هذيك الكوفيرتا اللي تخرج بها احتحتها لتحت ومبعد ندير بالترتيب وخليت هذيك الساكوشه اللي راح نمدها اللولة خلاص في التلينيك هي الفوق خلاص فهمتوني يا حبيباتي لان انا غرنعت لكم ومبعد نظمتهم بهذا التنظيم عندكم الساكوشه هذي قلت لكم مستحقيتها خلاص للبيبي لانجات بارك اللي تحتاجوه للبيبي تضيه معاكم لانه في التلينيك قايمه بكلش ومده لهم كلش عندكم مديت كوفيرتا زايدة هذي اللي لحتها هذا وين فرز هذي فرشتها لها يا البنات فرشتها لها انا وبقوا ويفرشوا لها في هكي خرشت وديتها يعني هما كين عندهم كلش مي انا فرشتها لها وحطيت الساكوشه هذيك اللي اليوم اللي لبعد نحتاجها قد تدخلوا يطلبوها عليكم اللبسة للبيبي زو السربيتات كوطا ولانجات هذي شي اطلبوا لكم في البيبي وذكر روحوا الحقيبة الام وقبل روحوا الحقيبة الام حابا نبرتجيه معاكم بام بلو سورته الامهات كيف تتعاملوا مع ولادكم ولا اللي حابة تخدم تبعوا معايا نعاود نولي لكم شوفوا حبيباتي تبعوا معايا اي واحدة رايحة تخدم ولا حابة يكون عندها ديبلام اكاديمية المناصر جابت لكم 6 شهادات بسعر شهادة واحدة اذا كنت تريد اكاديمية تحلي روضة اكاديمية خاصة سوف تقوم بتحليه حابة تكون مسيرة روضة ولا مدربة ومربية تحضير تمهيدي مدربة سورباليرا ومطلوب شهادة معتمدة مالك غير اكاديمية المناصر نحن انتحب الحاجة المليحة انك تقدر تقرأ من في الدار وانتي في دارك ستقرأ وما هم هذه الدورات؟ دورة تدريب مدريب السوربال دورة تدريب مدريب المنتاسوري دورة مربية سيرة روضة دورة معلمة تمهيدي وتحضيري ودورة برنامج جيلين دومان هؤلاء مطلوبين هذا وكامل كل واحد تدريبهم شهادة غير تقرأهم سعر شهادة واحدة ام برساعتكم لهذا يا قيمة الحقائب اني كتبت لكم منها حقيبة تحسين الخط الشاملة اللي راح يرحوا حضوري راح يبعثوها لكم واللي راح يقرأوها اونلاين راح يبعثوها لكم عبر تطبيق التليجرام تاريخ الدورة كين حضوري وكين اونلاين اونلاين وانتي في ذاك تقدر يتقرأها من واحدين ثلاثة اسبوع عبر تطبيق التليجرام اما بالنسبة للناس الصيف تقدروا تحضروها حضوري ثمانية سعة عشرة في العلمة ثلاثة اربعتاش خمسة عشرة جواء في اكاديمية بقاعة في الصيف بالنسبة للأونلاين سعر تحشحال مليون برك وانتي في ذاك تقرأها بمليون اما بالنسبة للناس اللي حابين يروحوا يحضروها حضوري زوز ملاين داخل فيها الغضاء داخل فيها الاستراحة على القهوة داخل فيها كل الشهادات كل شكل زوز ملاين اما حضوري غير بمليون هاي اللي يكون تاريخ الدورة وقته شكون اللي مهتم يعني شكون تنفع هذه الدورة اللي راح يولي وامها تجدد اللي حابين يخدموا في التحضير اي وثاني شهادات تحوه معتمدة في كل حاجة بريفي مدارس بريفي مدارس قرآنية شوفوا بزاف 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 طب يلاحقوكم ست شهادات ام بلوس يبقى لكم القرية هذيك تبقى لكم في التليقرام يعني مطروح لكم شو الوقت اللي تحبوا تطلوا عليها اطلوا عليها مليون ست شهادات وانتي في الدار تقرأهم اما بالنسبة ناس الطيف اللي يحبوا يروحوا يحضروا زوز ملاين خليلكم الهناية اللي ميرو انتاحهم بعد هذا الفاصل عاودنا ولينا وش نحتاجه في حقيبة تاع الام تبعوني انا اديتها بزاف حوائي حبيباتي لاحتاجتهم الحاجة اللي محتاجتها سوف نقول لكم بكل صدق كما في التعالبي الحاجة اللي حتاجتها قلت لكم عليها الحاجة اللي محتاجتها قلت لكم عليها بالنسبة لحقي بتلقوم اول حاجة تضيف الدوصي انتعكم انا الدوصي التاعي محتاجته ويكونوا وطلبوه على الأقل يلقوا هواج لانه في الكلينيك داروا لي كل ما قبل كل ما على بالهم به الدوصي التاعي رو عندهم مي انتوما تبع الماتاريتي ولا اللي كلينيك ما عليش كيفية يتعاملو اديو يطلبو عليكم الكارني لازم في الماتاريتي في الكلينيك لازم ثاني البرمي ويطلبوها كيف 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 والكرني هذا تبعو الكارني من عندهم مي انتوما اديو لانه يطلبو عليكم انا في الكلينيك احتاجوا مني غير الكارت وكان يتفهم برك هذا وشي احتاجوا مي انتوما اديو الدوصي التاعكم كامل اللي كنتوا تسوي فيو به مدة تسعة شهر اديوها معاكم خطاشرام يطلبوهم الكلينيك انا اللي فوت فيها حالة خاصة لانه عندهم الدوصي التاعي هذا زائد عندي برك اللي هنا كما راكم تشوفوا وش ديت اللبسة او الحاجة بديت لكم بها ديت هذي اللي راح نخرج بها انا من النوع اللي مايحبش يخرج بالقنادر ويلبس في زوات انا ضد الفيزوات باش مانكذبش عليكم حبيباتي نحب نلبس سروال واحد برك ولا نلبس روبا وصاي ما نشتيش نبربر بززاف كل واحده وطابعته ديت هذي جوكينج جاية تروع بياس في هالسروال عندها لكم في الفوتو كيفها جي فيها البودي انتحة وفيها هذيك الفاست من الفوق هذي اللي خرجت بها وما من اللبسة اللي تخرجوا بها حطوا فيها بيوستي حطوا فيها الملابس الداخلية حطوا فيها كل سوف نبرتجي معكم حويش الفيديو هذا نسائي يعني حي تبع غير نساء كبش اللي تكون اول تجربة تحها تستفاد معانا على شلالة شوفوا اللي اللي هنا اديت هذي البيجاما وما لبستها اديتها زيادة قلت لع له نلبس بيجاما نفضل اللي غرب خير كي شغل مع الجرح انا درت سيزاريان ذركا اللي راح تدير سيزاريان والله اللي راح تلد عادي ما هوش كيف كيف يعني كل واحدة والوش تفضل كل واحدة فوه ترتاح أنا بالنسبة لي راح نولد سيزاريان صوف يستراول شوية أنا وياهم ما تفاهموش اديت معي هذي البيجاما اديتها زيادة قلت بالك نلبسها اذا زيت طبيعية نلبسها واذا زيت سيزاريان نلبس لي غرب خير المهم اديتها زيادة اديت معي هذيLR اللي قالت لي غرب خير كما تشوفوا كما تشوفوا بزف زف هذه لعجبتلي كيف تجي في الفوتو لقيت بزف رحتي فيها لبستها اليوم الثاني كما تشوفوا بزف نزيد نعطي لكم وش ديت شوفوا انا ديت لبسات بزف لانه قاعدة نبدل ونعود لانه مكذبش عليكم شوفوا ديت هاذ البعبوش ديته فرز لانه لبساتها كامل جاي في هذا الكولر لانه لببوش ديت بابوش وديت كلاكات بلاستيك برك ديت هاذ الروبا مديتها لهم محوائيش ديت في بالي ديت بيجاما وديت هذي قلت اللي حكموها ما خطاش ما بايش في السلينيكي تلبو روبا والبيجاما كنكمل نزيد بعد طلبوا عليها قالوا دي لالا نضيف هاذ الاغب وصراحة خير وخير لديت بزف رحتي فيها جاي الاستيك يلبسوها لي بلخف بزف هاله هذه اللبستها اليوم اللول بقيت فيها ومبعد بدلتها اليوم اللول كامل ما تحركت يا البنات بقيت فيها يوم كامل كنت مخضرة جاتني بزف هاله حتى الغدوه اصباح بها بدلت والغدوه اصباح كي بدلت زد بدلت يعني اليوم الثاني بدلت دفوه ما بدلت فرد مرة بدلت دفوه شوفوا لي اليهنا يا حبيباتي اضيت اليهنا الملابس اليهنا يا مام ملابس داخلية حاولوا تختاروه وصورتوا تعريضا عباش ترضعوه صورتوا الامهات اللحية يرضعوه طبيعي خيروا كل شتاكم بعناية اليهنا كلش ديروه كي ماهك ناصحة لي انو كي يطلبوا عليكم كي شغل ما تروح شتحله الكالفاليز كبيرة والفرملية تبقى تتخربت وتبقى تتسقسيفي كنتي في البلاسة لن تقدرش تبوجي صورتوا ايهارة كي سيزاريان ناصحة كلش اللح وثيفي بعضه يعني طبكي يدري في بعضه كيف تتبدي هذي هي اليوم العمر الكثير من الثاني ولا بالتبديل , هذي التبديل الأول وينما تحبي تبديل جبدي كلش مع بعضه اما من الفرملية يجي تلبس ليك وتعاونك وكل ما تتخربط ما تقلق ما تقلقينتي كل ما تعكره هو واضح اديت هذه البيجاما اللي وقلت لكم يشغل هذو اللي دخلتهم معايا هكا بشهم يشوفوني شوفوا زيت في واحد الكلينيك تهب لي شوفوا كل ما نتفكروا نقول ربي يرزقهم الخير صرتوا الفم الفمليات اللي الفم يساشفام ربي يعطيهم الخير ربي ينورهم ورب يرزقهم شوفوا يعاملوا الناس بي خلاص كامل من الأول للأخر ما شاء الله ما شاء الله المهم شوفوا اللي هنا يا أنا رحت ما نعرف والو خايفة أول تجربة الدموع في عيني ما نقدرش عليكم مهمة نحاولي هذك الخوف شوفوا ربي يرزقكم كيل كبيرة كي الصغيرة ربي يرزقكم كامل اللي تلاقيتهم اليوم هذك ربي يفرحهم بلاكم يتفرجوا فيي اليوم نقولهم ربي يفرحكم وربي يعطيكم الخير شوفوا درت فيه ساكوشا خلاف كيما هيك ساكوشا خلاف كيما هيك لحت فيها الملابس الداخلية نتاعي كامل بزيادة اللي نحتاجهم لأهنا اضيت هذو كل لسرفيات نمسحت بهم وجه ونمسحت بهم الكور انتاعي تحتاجهم يا لبنات يعني لسرفيات ولملابس الداخلية كل واحدة تعرفوا حاوش تحتاجه وش ما تحتاج أنا اضيت بالدوبل اللي اضيت هذو تقاشر اضيت هذو وضيت هذو ليسوكات ثم تحتاجوا وحده برك اضيت وحده تكون أنا اضيت خشينه و اضيت رقيقة قلت لي نحتاجها للبسها و تحتاجوها صورتو أنا قولت سيزارينكي أكلم أنك رائعة من عبادة حتاجتهم و أجتهم بالنسبة لكل الناس سيقولوني سألاتي بثاف حوائج و أنت قليلا كل واحد يحتاج لا يوجد الحوائج ما تستعملهم و لا يوجد الحوائج ما تستعملهم كل واحد الخصوصي ينته كل واحد و الاحتياجات هذه يجب أن نفهمها هنا الماكياج لتغير الحوائج لتحاجه لديت انتساغل لديت المسكارات و كريون لديت مرايه تستغناء عليها نهائي اما بالنسبة للناس الذين يريدون أن تنسي لأن الناس كامل كامل عادلين لديت الماكياج الدنيا حتى نعدلت دخلت عليها فمني قلت لي ماذا هذا؟ قلت لي لما كيش عادلها روحي قلت لها ذرك بعد نعدل روحي درت لي الكوراج و عاونتني اللي هنا اديت هذه الساكوشة تديو فيها انا اديت فيها ليكوتونديسك هذو اديت فيها هذو بها كشغل ما يخرج الحليب ولا صرت اللي عندها حليب بزاف انا يعني محتاجيتهم لانه الحليب كان شوية مشي بزاف لانه هذي اول حمل انتاعي شوفوا اللي هنا اديت هذا اه راح يسمع اديت هذا المهم اديت ستيك هذاك اديت هذا بومالغة اللي نديرو في شوار بي الترطيب و اديت المارطب للوجه لانه بعد كل واحدة قادر اديت هذا البروحي و ادرتها كشوية في الشامبرا و كلش ما درتها بزاف الكور انتاعي و اديت هذه البروحيات لتاع الشعر اما بالنسبة الكلام الترطيب للوجه و المارطب للشيفة تحتاجوه انا يكيد ارتيزاريا وجهي التنفخ الحكاكه حسيتوا رويه بسعليه شوار بي قتلوني سنقطعهم بسنية على ذاك حتى اديتهم اديتهم و اديتهم اديتهم ايبو الحكمت به شعري و اديت هذا الحوائج و ادلت بهم روحي زعما كي جاتني عزوزتي و ماما اليوم الاول في حالة جاو ولا قعدوا اليوم الثاني بانجمت نعطى الروحي اقول لكم صراحة انا صراحة صعيبة صعيبة سيزار يا ربي قدر كل واحد يا ربي المهم و اديت هذا هذا ما احتاجتهمش هذا كشغل صابون انا في الكلينيك لقيت صابون يعني تعلي الدين اديت شوية هذا و احتاجتهم يعني ديما كيوم مسحت به وجهي اه اه اديت شوية جلدوش كمسحت به الكورت تاعي كشغل درتو في هذه كترشونة في السرفيات بليتها و مسحت بها الكورت تاعي يعني اي حاجة تحتاجو غني نعطيكم كافكار ماني خسرا ولو نحطهم فالكابة تاعي اذا احتاجتهم اللي درت بهم محتاجتهمش كيبقى مخبيين يعبدو يرجع معي للدار اديت معي هذا اطع مال احتاجدوا بزاف انا مرفا استعمله في حياتي اليومية على ذلك قلت لكم ما هو نفس الاحتياجات التاعي هو التاعكم كل واحده كيف اطار مال عذاك في شفاشة انا كنت ندير لامارك خلاف مالقيتاش ولي ادرت اذن برك البوتاية هذه الكبيرة هذه البنت انا نمسح بها وجهه مع الصباح زي ما ما من نغسل وجهه ولا لا نزيد نمسح بكوتان ديسك في الليل نمسح بكوتان ديسك نمسح بها مام الكورتاعي زي ما كنكون هكراك داوما الجمشة النقي ولا لا كيشغل في شفاشة يخرجوا بلكم منها الماء ونتمسحوا بها الكورتاعكم بثاف تهبل وتحسوا بمقاوة اللي هنا يا ديت في الفاليز هذه الكبيرة لانه عندي حوائج وزيتنا عدت لكم هذه الروبا لقري هذي كون ديتها قلت بالك يا نوح نزيد نلبسها مي انا يا غير دخلت ديسك تبقى الشركة على البرة نحيتو لبسوني ادخلت حمثوني اصر روتار ما كانتش على بالي المهم لعلينا بولي تلبسها في اليام الاخرى لانه خفيفة مهما وش نلبس نبدل عاود نلبسها ونظر بها يشتو كنجي نمشي ونظر في الكولوار لانه جاي شوية قسيرة وجايك يشغل خفيفة تيسي تحبزة في هبل كينمشي بها مطيح ليش عالجر رح ومساعدتني هذي هي ان شاء الله تكونوا وديتو شوية افكار من التجربة انتاعي حاولت انه نبرتجي معاكم كل ما هو موفيد على حسب التجربة انتاعي ونعطي لكم القشط على البرة يعني وجدته ما هو وش راح نلبس بش محصبها اذا ما كان نخرج ما نخاف وكل شي يكون واجد وجدت الميل تاعي غوب ووحد العباية هكا الساك انتاعي ووجدت هذك اللوندو تاع البيبي والمخدة تعرضاها قلت لك خليهم في التاكسي كي نحتاجهم ونجي بهم لي اللي هنا كنت بارتجيت معاكم يعني الحقيبة تاع الام كامل وش نحتاجه فيها تديو التبديلات الهناي اللي راح تقعد في سبيطار يوم واحد احتحتاج لبسة واللازوزبر انا قلت لكم قعدت ثلاثية يعني في اليوم اللي اول حتشت لبسة اليوم الثاني حتشت لبسين مش غير لبسة يا لبنات لانه قدرت تتمسخوا اه واذا ما تمسختوش العرق هذا كي تزيدو العرق قول كلينك سخونة مخطوش فيها ليبيبي والامة هاتي خافوا لكم من الهوة تعرقوا بزاف تعيف وارواحكم تبقوا تتلاسقوا على هذا كديت بزاف انا الحوايج اللي ديتهم كامل لبسهم من غير بيجاما واحدة وما بقيتش نلبس فيها لانه حبة غير اليوغوب فوالا هذه هي اذا اعجبكم الفيديو ما تنسوا الجرام ابوني بشيل حكم جديد وفي القريب يزيد بارتاجي معاكم بالزفح ويجهيلين ومرحبا بكم في الانستغرام بتاعنا هاجرجيجا وكل وحدة تكتبنا التجربة انتحة اذا كاش حاجة انتو ما استعملتوها وانا ما استعملتهاش